خلال افتتاح المؤتمر الدولي لتطبيقات السيحة الصحية مدولي يؤكد تطلع مصر لتنمية المدن والمقاصد زيادة المقاومة الطبعية تخفيفاً عن الأشخاء الفلسطينيين القوات المسلحة تسقط أطناناً من المساعدات الغذائية على شمال غزة والعشائر الفلسطينية تثامن جهود مصر في إدخال المساعدات للقطاع القهرة تستضيف غداً مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ووزير خارجية فلسطين يأمن في التوصل لاتفاق قبل شهر رمضان السادسة مساء بتوقيت القهرة الرابع بتوقيت جريناتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلاً بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية سيحة العلاجية حول العالم مشيراً إلى أن أسواقها العالمية تتجاوز قيمتها نتج المحلي الإجمالية لدول عملاقة مثل اليابان والهند وخلال كلمته في فعليات افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار مدبولي إلى عبور ملايين البشر في العالم حدود بلدانهم الوطنية وسفرهم إلى وجهات أخرى لتلقي الرعاية الصحية السيدات والسادة نجتمع اليوم لنتحاور بشأن مستقبل صناعة تعد الأهم على مستوى البشرية كونها تعني في المقام الأول بصحة الإنسان وعافيته ورفاهته إنها صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية فضلاً عن ذلك يمكن الاستدلال على أهميتها الاقتصادية بموجب إحصائيات عدة فمثلاً على سبيل المثال يتجاوز حجم سوق الرعاية الصحية على مستوى العالم وفقاً لمجلة سياحة العلاجية Medical Tourism Magazine الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول العملاقة مثل اليابان أو ألمانيا أو الهند أيضاً وفقاً لجمعية السياحة العلاجية The Medical Tourism Association فيعبر حوالي عشرات الملايين سنوياً في العالم حدود بلدانهم الوطنية ويسافروا إلى وجهات أخرى للتلقي الرعاية الصحية كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن السياحة العلاجية والاستشفائية تعد مجالاً خصباً لجذبي الاستثمار الأجنبي المباشرة وأشار مدبولي إلى أن نمو الطلب على السياحة العلاجية يأتي نتيجة للارتقاء بالمنظومات الصحية ككل لا شك أن هذا النمو الكبير في سوق السياحة العلاجية والاستشفائية يأتي مدفوعاً بالتطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية والاتقارات والتكنولوجية الحديثة والتقنيات العلاجية المستجدة التي من شأنها تحسين خدمة الرعاية الصحية والارتقاء بالتجربة التي يطلقاها المرضى الأمر الذي يحفز المواطن العالمي على الصفر للحصول على تجربة علاجية أفضل بالإضافة إلى ذلك يأتي هذا النمو في الطلب على السياحة العلاجية وسياحة الاستشفاء مدفوعاً بواحد من أكبر التغيرات الديمغرافية الجوهرية التي يشهدها القرن الحادي والعشرين المتمثل في شيخوخة السكان تلك الظاهرة التي يطلق عليها أيضاً الشيب العالمي والناتجة عن الارتفاع الوزن النسبي للسكان في الفئة العمرية 65 عاماً فأكثر مع تنامي فئة السكان الأكبر 87 عاماً فأكثر هذا وأكد مدبولي امتلاك مصر العديد من المدن التي تسخر بالمقاومات الطبعية اللازمة للسياحة الصحية وأشار إلى تطلع مصر لتنمية المدن والمقاصد ذات المقاومات الطبعية الهائلة بمشاركة القطاع الخاص إدراكاً للأهمية الحياتية والاقتصادية للسياحة العلاجية والاستشفائية فقد شرعت مصر في وضع رؤية تنموية متكملة للعديد من مواقعها السياحية والساحلية الفريدة لتكون مقاصداً للسياحة العلاجية والاستشفائية مثل مدن شرم الشيخ والغرداء وسفاجة والقصير على ساحل البحر الأحمر وأيضاً المدن الجديدة التي شرعت الدولة في إنشائها على ساحل البحر المتوسط مثل العالمين ورأس الحكمة بالإضافة إلى العديد من المواقع السياحية الأخرى داخل قلب مصر التي رأينا أمثلة منها في هذا الفيلم الذي عرض منذ قليل وكل هذه المقاصد بتأمل الدولة المصرية وتشرع من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومع زاوي الخبرة في تنميتها حيث أن هذه المدن والمقاصد تتمتع بمواقع استراتيجية جذابة يؤهلها لأن تكون مقاصداً سياحية عالمية لما تدخر به من مقاومات الجذب السياحي وكذلك يمكن أن تكون موتناً للتقاعد بعد سنوات طويلة من العمل والاستمتاع بنمط حياة يمزج بين الراحة والأصالة كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد شهد فعليات افتتاح المؤتمر الدولي ثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية والذي يقام بالعاصمة الإدارية الجديدة على مدار يومين وحضر الافتتاح عدد كبير من المسؤولين وسفراء الدول وممثل المنظمات الدولية وقطاع عريض من رؤساء الهيئات والجهات ورؤساء الجامعات إضافة إلى ممثلين عن أعضاء مجلسي النواب وشيوخ ولفيف من الخبراء والممارسين والمهتمين بقضايا السياحة الصحية والسياحة الاستشفاء في العالم وعقب الافتتاح تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المعرض المصاحبة للمؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية وخلال تفقد المعرض زار مدبولي جنح الهيئة العامة للرعاية الصحية واستمع إلى شرح حول جهود الهيئة وإمكانتها وتجربتها الرائدة في التقطية الصحية الشاملة كما زار أجنحة عدد من المنشآت المعنية بتقديم الرعاية الصحية من منشآت القطاع الخاص والمجتمع البدني وأخرى متخصصة في علاج الأطفال والمسنين تعد المقاومات الطبعية لمصر عنصر جذب لسائحين من مختلف دول العالم بغرضي الاستشفاء كما جعل موقع مصر الجغرافي المتميز وما تتمتع به من أماكن وشواطئ ومياه المالحة وأبار معدنية مقصدا سيحيا هما لسائحين طبيعة ساحرة ومقومات لا مثيل لها جعلت من مصر مقصدا للسياحة العلاجية نظرا لما تتمتع به مدنها وجوها الخالي من الرطوبة وما تحتويه تربتها من رمال وطمي صالح لعلاج الأمراض العديدة وتعدد شواطئها ومياه بحارها بما لها من خواص طبيعية مميزة ففي مصر تنتشر العيون الكبريتية والمعدنية التي تمتاز بتركيبها الكيميائي الفريد والذي يفوق في نسبته جميع العيون الكبريتية والمعدنية في العالم علاوة على توافر الطمي في برك هذه العيون الكبريتية بما له من خواص علاجية تشفي العديد من أمراض العظام وأمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والأمراض الجلدية وغيرها كما ثبت أيضا الاستشفاء لمرضى الروماتيزم المفصلي عن طريق الدفن في الرمال ووفقا للعديد من الأبحاث فإن مياها البحر الأحمر بمحتواها الكيميائي ووجود الشعاب المرجانية فيها تساعد على الاستشفاء من مرض الصدفية تتعدد المناطق السياحية التي تتمتع بميزة السياحة العلاجية في مصر وهي مناطق ذات شهرة تاريخية عريقة مثل حلوان وعين الصيرة والعين السخنة والغردقة والفيوم ومنطقة الواحات وأسوان وسيناء ومدينة سفاجة على شاطئ البحر الأحمر والتي تمتلك جميع عناصر السياحة العلاجية والتي تزورها الأفواج السياحية وتأتي شهرتها بقيادة الرمال السوداء والتي لها القدرة على التخلص من بعض الأمراض الجلدية الأبال الطبيعية ذات المياه العذبة والصالحة للشرب تعد أماكن جذب للسائحين وقد قامت الدولة باستثمارها واستخدامها لأغراض اقتصادية بوجود رقابة محكمة على المواصفات والمقاييس لضمان جودة ونقاء المياه من الشوائب والجراثيم ودرجة عسر الماء وتركيبها الكيميائية وفي هذا الإطار تورت مصر العديد من تقنيات العلاج البديل التي أصبحت منتشرة في جميع أنحاء البلاد حيث يوجد فيها العديد من المراكز الشفائية والمنتجعات الصحية التي تتمتع بتقديم أعلى معايير العلاج والرعاية الصحية التي يتوجه إليها السائحون وبهذا احتلت مصر موقعاً متميزاً على خريطة السياحة العلاجية وأصبحت وجهة أساسية لراغب الاستشفاء من جميع أنحاء العالم شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية الجديدة شهد مراسم التوقيع على البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراع الفاو في مصر يأتي برنامج عمل منظمة الفاو في مصر بما يتماشى مع مجالات العمل ذات الأولوية لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة وبما يدعم الحكومة في تحقيق أهدفها التنموية ويتواكب مع الاستراتيجيات القطاعية وخطط العمل والمنصات الوطنية والمبادرات الرئاسية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحرب في قطع غزة كان لها انعكساتها على الدول المجاورة لمنطقة الصراع ومن بينها مصر وخلال لقائه مدير عام منظمة الأغذية وزراعة للأمم المتحدة الفاو شو دينيو أشار مدبولي إلى أن معظم المساعدات التي تصل إلى القطاع مصدرها مصر وذلك بمساهمة وصلت إلى ما يزيد على ثمانين بالمئة حتى الآن من إجمالي المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة كما أكد على تطلع مصر لدعم منظمة الفاو لضمان وصول المساعدات وزيادتها لأهل غزة من جنبه ثمن مدير عام الفاو أهمية دور مصر في دعم سكان قطع غزة المتضررين من الحرب الجارية هناك مؤكدا أنه لولا الدعم المصري لازداد الوضع سوءا في القطاع شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي الذي نفده أحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة ونقش الفريق أسامة عسكر القادة والضباط المشاركين في أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية التعامل مع المواقف الطريقة طفقا للمتغيرات المختلفة خلال مراحل المشروع مشيدا بالجهد المبدولي والمستوى الراقي الذي ظهرت عليه كافة العناصر المشاركة وفقا لتخصصاتهم المختلفة ترأس وزير الخارجية سمح شكري ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني أعمل الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين بالدوحة وخلال افتتاح أعمال اللجنة العليا نقل شكري تحيات الرئيس عبد الفتح السيسي لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر وتمنيات سيادته لدولة قطر حكومة وشعبا بدوام الرفعة وتقدم وأكد شكري على ما تتيحه اللجنة من فرص همة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الأعمق والأشمل في مختلف المجالات السياسية الاقتصادية التجارية الأمنية والفنية بين البلدين من جانبه رحب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر بن عقادي الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة بين البلدين والدور المأمول لها في الوصول بمستوى التعاون السنائي لأفاق متميزة وفي ختم أعمال اللجنة تم توقيع على مذاكرات التفاهم وبرامج التعاون المشتركة عقد وزير الخارجية سامح شكر اجتماعا ثنائيا مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر وذلك قبل بدء أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين تنول اللقاء مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين حيث أكد شكر على اعتزاز مصر بقوة العلاقات الأخوية التي تجمعها مع دولة قطر الشقيقة ومن جانبه أعرب وزير الخارجية القطرية عن تقدير بلاده للروابط الوثيقة والممتدة بين البلدين الشقيقين ومشاهدة العلاقات من نقلة نوعية في مختلف المجالات كما استعرض الوزيران جهود البلدين المشتركة على مصار تسوية الأزمة في قطاع غزة مجددين التأكيد على حتمية وقف إطلاق النار كما تطرق اللقاء للتوترات المتزايدة في المنطقة على خلفية الأزمة في غزة ومنها على الساحة اللبنانية والأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان ومستجدات سد النغضة واتفقا الوزيران على مواصلة تكثيف التنسيق والعمل المشترك لتعميق مصار العلاقات الثنائية في شتى المجالات ترجمة نانسي قنقر اصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة ومرهاب بتجهيز طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المواد الغذائية والاحتياجة الإنسانية العاجلة للتخفيف من المعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة حيث نفذت أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات بمناطق متفرقة بشمل القطاع يأتي ذلك استمرارا للجهود المصرية الداعمة للأشقاء الفلسطينيين وتنفيذا لتوجهة رئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين استمرارا للجهود المصرية الداعمة للأشقاء الفلسطينيين وتنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من المعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة حيث نفذت أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات بمناطق متفرقة بشمال القطاع فيما تواصل مصر جهودها لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لتلبي الاحتياجات الأساسية الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني هذا ويواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات إلى أهل قطاع غزة وخروج المصابين ورعاية الدولة كما يواصل مطر العريش استقبل المساعدات الدولية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة المزيد يطلع عليه مراسل التلفزيون المصري محمد عبدالصبور زملائي الأعزاء مشاهدين القرام تحياتي من هنا من مدينة العريش وجهود مصرية مكثفة ومتعددة على مستوى الملف الإنساني والإغاثي فيما يتعلق بالمساعدات المتجهة لقطاع غزة إذا بدأنا بالمشهد داخل معبر رفح اليوم طبعا يوم السبت هو أجازة عند الجانب الإسرائيلي وبالتالي لم تدخل سوى شاحنات الوقود والغاز وتحديدا أربع شاحنات للغاز وثلاثة للصولار دخلت عبر معبر رفح مباشرة فيما يتعلق بالمصار البحري وهو ميناء العريش البحري نتحدث عن وجود سفينة تركية على متنها أكثر من 2000 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية داخل قطاع غزة متجهة إلى هناك أيضا هناك بجوار هذه السفينة هناك المستشفى البحري الإماراتي العائم والذي يتسع لأكثر من 30 سرير وهذا المستشفى يتعامل مع العمليات الجراحية ويجري العمليات الجراحية تحديدا في العظام والعمود الفقري أما فيما يتعلق بالمصار الثالث وهو المصار الجوي استقبل مطار العريش طائرة إماراتية على متنها أكثر من 10 أطنان من المساعدات الدوائية والطبية هي متجهة إلى المستشفى العائم البحري الإماراتي في ميناء العريش البحري المساعدات لا تقتصر على هذا المجال فقط بل تمتد إلى وجود مساعدات عاجلة ومستمرة من خلال مكتب خدمة المواطنين بمستشفى العريش العام وأيضا هناك مساكن السبيل التي تقدم على مدار 24 ساعة خدمات متعددة للجرحة والمصابين الفلسطين وأيضا لمرافقهم سواء في مكتب خدمة المواطنين أو على مستوى مساكن السبيل أخيرا هناك عدد من الزيارات من المنتظر أن تقدم إلى العريش في منتصف هذا الأسبوع أهمها زيارة وفد من البرلمان الإيطالي كل هذه الزيارات طبعا تصوب في اتجاهين أساسيين الاتجاه الأول يتعلق بضرورة وقف إطلاق النار والوصول إلى تهداء عاجلة وسريعة والاتجاه الثاني هو الضغط على إسرائيل فيما يتعلق بزيادة وطيرة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والغزائية لقطاع غزة تقدمت الهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية في قطاع غزة بالشكر والتقدير لمصر على جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر وقال المفوض العام للهيئة العليا للعشائر عاكف المصري قال أن مصر منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر من قبل الاحتلال الإسرائيلي هي لم تتدخر جهدا في سبيل توفير المساعدات والمواد الطبية والإغاثية بكل الطرق مثمنا جهود الهلال الأحمر المصري الذي يبزل جهودا مضاعفة في توفير وتنظيم إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وأضف المفوض العام للهيئة العليا للعشائر أن جهود مصر لم تقف عند حد دعم حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية وحشد الرأي العام الدولي لدعم الشعب الفلسطيني بالفتحة أبوابها أمام مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة وقدمت نحو 80% من المساعدات الموجهة للأهالي في غزة فضلا عن إقامة عدد من المخيمات لإيواء النزحين وإقامة المستشفيات نقلت وكالة رايترز للأنباء عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الجيش الأمريكي نفذ أول عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية على غزة وأضفت رايترز أن الإسقاط الجوي تم باستخدام ثلاثة تارات حيث تم إسقاط أكثر من 35 ألف وقبة ترجمة نانسي قنقر أفادت مصادر أمنية مصرية باستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة في القهرة غدا وأشارت المصادر الأمنية إلى اتفاق الأطراف على مدة الهدنة في غزة والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين لافتة إلى أن إتمام الصفقة لا يزال يتطلب الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال قطع غزة وعودة السكان أكدت مصر ضرورة عدم الاستمرار في ازدواجية المعايير في الحفاظ على البيئة وغض البصر عن التدهور البيئي المتعمد في الأراضي الفلسطينية وفي كلمتها أمام اجتماع الجماعة العامة للأمم المتحدة للبيئة أوضحت مصر أن العالم يراقب ويوثق ما يحدث للشعب الفلسطيني مشددة على أنه لا يمكن الاستمرار في إعطاء رسائل متضربة فيها ازدواجية في المعايير كما دعت مصر إلى اتخاذ موقف موحد لمنح الفلسطينيين الحق الكامل في الحصول على احتياجتهم الأساسية من مواردهم الطبعية مشيرة إلى تتابق الشيء نفسه على منطقة البحر الأحمر ومعتبرة أن الوضع غير المسبوق هناك تسبب في تدمير النظام البيئي والتنوع البيولوجي والمياه البحرية أكد وزير الخارجية الفلسطينية رياض الملكي أن السلطة الشرعية الوحيدة التي ستعمل وتستمر في العمل في غزة هي الإدارة الفلسطينية وأعرب الملكي عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل شهر رمضان وصرح الملكي خلال جلسة نقاش بعنوان مجموعة الاتصال بشأن غزة خلال فعليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي بأن الطريق الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلية محذرا من أنه في حال فشل المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار فإن نتنياهو سينضي في مقطته بالهبوم على مدينة رفح والتي تأوي أكثر من مليون ونصف مليون فلسطينية ما يعني تهجيرهم قصرا خارج فلسطين سوف نستمر في القيامة موسيقى موسيقى لازلت تمرت تبدلش حاجة اعلنت سلطات الصحية بغزة استشهاد نحو عشرات من النزحين الفلسطينيين جراء غارة إسرائيلية أصبت خيمة في رفح جنوب قطاع غزة وأكدت سلطات الصحية بغزة أن الغارة الإسرائيلية استهدفت منطقة يحتمي بها نزحون خارج المستشفى الإماراتي في حي تل السلطان برفح جنوب قطاع غزة مشيرة إلى أن مسعف يعمل في المستشفى كان من بين الشهداء أعلنت السلطات الصحية في غزة استشهاد ثلاثين ألفا وثلاثمائة وعشرين فلسطينيا وإصابة واحد وسبعين ألفا وخمسمائة وثلاثة وثلاثين خلال العدوان الذي تشنه إسرائيل على غزة منذ السابع من أكتوبر وضافت السلطات الصحية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عشر مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدا و156 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعتنا الماضية مشيرا إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول تواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم كما استشد عشرات المواطنين وقرح آخرون إثر قصف جوي ومدفع إسرائيلي استهدف منازل ومناطق متفرقة في قطاع غزة قال مدير منظمة الصحة العالمية تدرس أدهنهم قال إن مستوى الدمار المحيط بمجمع الشفاء الطبية في مدينة غزة يفوق الكلمات هذا وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها تمكنوا من الوصول إلى مستشفى الشفاء لإصالي 19 ألف لتر من الوقود فضلا عن تقديم العلاج لخمسين طفلا يعانون سوء التغذية الحاد والإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى 150 مريضا لافتا إلى محدودية الخدمات بسبب نقص الإمدادات الطبية والوقود والمياه والغذاء دعت خلود جويفيل مسؤولة دعم بنامج العدالة الاقتصادية في منظمة أوكسفام المجتمع الدولي إلى العمل على نحو عاجل لتسهيل تقديم المزيد من المساعدات إلى غزة في ظل تدهور السريع للوضع الإنساني وأكدت المسؤولة بمنظمة أوكسفام أن خطر المجاعة يشكل مصدر قلق حقيقية مطالبة الولايات المتحدة بإظهار نيتها الحقيقية بشأن إصال المساعدات لقطع غزة أعتقد أنه بدلاً من ذلك نحن بحاجة إلى إنقاذ هذه الجهود لتسهيل عملية إدخال المساعدات إلى غزة نحن نرحب بالجهود الدولية وجهود التعاون وفيما يتعلق بالولايات المتحدة في الواقع نحتاج أيضاً إلى فهم ما إذا كانت هناك نية حقيقية لتوصيل المساعدات لسكان غزة لتجنب خطر المجاعة وجوع أم لا أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل وفاة عشرة أطفال ماتوا وعن في قطاع غزة مشيرة إلى توقعات بأن يكون العدد الحقيقي للوفيات بسبب نقص الغزاء أعلى من ذلك ووصفت هيئة الأمم المتحدة للمرأة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه حرب على النساء مؤكدة أن الاحتلال يطل ما معدله نحو 63 امرأة كل يوم في غزة جريمة مكتملة الأركان يقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق مستقبل أمة بأسرها يستهدف بجرائمه الوحشية عين المستقبل النساء والأطفال وأما من تبقى منهم فهو ما بين معاق ومصاب وهكذا يعتقد المحتل واهما أنه حقق هدفه الخبيث بألا تقوم للدولة الفلسطينية قائمة في المستقبل وهو في ذلك لا يكتفي بهمجيته في القتل على الهوية بل يعمد لإخفاء جريمته عن عيون العالم لكي يطمسها باستهداف الصحفيين وهم شهود الإزبات وهم من يوصق جرائمه غير المسبوقة في وحشيتها الأرقام تتحدث وتثبت بل وتتحدى ضمير العالم الغارق في سباته فقد أعلنت الأمم المتحدة أن هناك 63 امرأة يقتن كل يوم في غزة من بينهن 37 أما في الوقت الذي تصابك فيه الدولة المحتلة الوقت قبل إنفاز أي هدنة لقتل أكبر قدر من الأطفال والنساء وأما عن استهداف الأطفال قصفا فقد أضاف إليه المحتل سلاح التجوية حيث سجلت منظمة الصحة أن عشرة أطفال ماتوا بسبب نقص الغزاء وهي أرقام تتصاعد كل دقيقة حيث يموت كثير من الأطفال دون أن يلقأ الآباء للمستشفيات التي تعطلت عن العمل بالفعل بحسب شهادة المتحدث باسم المنظمة وعودة إلى ما اعترفت به جهات أممية ودولية عديدة من استهداف الصحفيين لإخراس صوت الحقيقة فقد وقعت نحو 60 مؤسسة من وسائل الإعلام العالمية من بينها صحيفة إسرائيلية رسالة تحس إسرائيل على حماية الصحفيين في غزة ليشهد شاهد من أهلها ومن حيث الإحصاءات فقد قتل ما لا يقل عن 94 صحفياً في الحرب الهمجية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي وهو رقم قياسي لم يحدث على مدار التاريخ منهم 89 فلسطينياً قتلهم المحتل الإسرائيلي عامداً وبرغم كل تلك المحاولات البائسة لدفن الضحايا والشهود ستبقى جرائم النازيين الجدد ماسلة أمام أعين العالم وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الأرض تهم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي مسافقي إسرائيل باتكاب جريمة القتل الجماعي بحق الفلسطينيين وذلك بعد استشهاد نحو 110 أشخاص بنيران إسرائيلية أثناء احتشادهم للحصول على مساعدات في قطاع غزة ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى إجراء تحقيق دولية لمحاسبة الجناع مشدداً على ضرورة وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النعر أكد الدبلوماسي وسفير الأمريكي السابق روبرت فورد أكد أن الإنزال الجوي للمساعدات في غزة هو أسوأ إزلال إسرائيلي للولايات المتحدة بما يؤكده من عجز الإدارة الأمريكية عن الضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات من جانب آخر اعترفت صحيفة هارتس بأن التفسيرات الإسرائيلية بشأن مجزرة الطحين بشرع رشيد جنوب غزة غير مقنعة جدل كبير حول الدور الأمريكي في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة فبينما يؤكد كبار الساسة في إدارة بايدن استمرار جهود واشنطن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة لم تتوقف الولايات المتحدة يوماً عن إظهار دعمها الكامل والراسخ لإسرائيل عسكرياً وسياسياً على الرغم من كل ظروف وعلى الرغم من الجرائم التي دأب جيش الاحتلال الإسرائيلي على اقترافها في قطاع غزة لا سيما ضد المدنيين العزل وكان آخر هذه الجرائم مجزرة شارع الرشيد التي لم تكن الأولى من حيث عدد الضحايا لكنها كانت الأكثر وضوحاً بالنسبة لاستراتيجية إسرائيل القائمة على استهداف المدنيين وفي مسعى منها ربما لتجميل صورتها نسبياً أمام المجتمع الدولي أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عزم بلاده على المشاركة في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات في قطاع غزة مع إمكانية فتح ممر بحري لإيصال كميات كبيرة من المساعدات إقرار الولايات المتحدة بعدم كفاية كميات المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة يكشف عن جوانب هامة أبرزها عدم قدرة واشنطن على التأثير على إسرائيل لإدخال قدر أكبر من المساعدات للمدنيين الفلسطينيين وهذا يؤكد أن إسرائيل هي من تمنع وتعيق إدخال المساعدات على الرغم من مواصلة مصر تشغيل معبر رفح البري وتأهيله لإدخال أعداد أكبر من شاحنات المساعدات على الجانب الآخر ومع صعوبة القيام بعملية إسقاط جوي في بيئة مزدحمة مثل غزة يعاني فيها أكثر من مليوني نسمة من المجاعة ينتظر العالم ثمار جهود الوساطة الدولية من أجل التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة مع آمال ضعيفة بأن تدرك واشنطن عدم إمكانية دعم إسرائيل وجيشها دون تأثير على صورتها التي تدهرت أمام المجتمع الدولي وصل معكم وتتابعون فيها بعد انضمام فنلندا وسويدن النيتو موسكو تهدد بإرسال المزيد من الأسلحة إلى أقاليم روسية لمواجهة التهديدات المحتملة موسيقى أعلنت هيئة وعمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها تقريرا عن هجوم على بعد 15 ميلا بحريا غربي من المخى اليمنية وأضافت هيئة وعمليات التجارة البحرية البريطانية أن الطاقم قاد سفينة إلى المرسا مشيرة إلى أنه تم إجلاء الطاقم من قبل السلطات أعلنت القوات الأمريكية تنفيذ ضربة ضد صاروخ أرض جو وتبعا لقوات الحوثية كان مجهزا للإطلاق من اليمن وذكرت القادة المركزية الأمريكية أن الحوثيين أطلقوا أمس صاروخا باليستيا مضادا للسفن باتجاه البحر الأحمر من اليمن أعلنت الحكومة اليمنية غرق سفينة الشحن أروبي مار وأكدت الحكومة اليمنية أن سفينة غرقت تماما بعد أن استهدفتها قوات الحوثي في الثامن عشر من فبراير الماضي مشيرة إلى أنها ستتسبب في كارثة بيئية في المياه الأقليمية اليمنية والبحر الأحمر صرح وزير الخارجي الروسي سرغي لفروف بأنه سيتم إرسال المزيد من الأسلحة إلى أقاليم روسية لمواجهة التهديدات التي قد تظهر من جهة أراضي فنلندا وسويد بعد انضمامهما إلى النيتو وقال لفروف على همشي منتدى أنطاليا للديبلوماسية في تركيا قال إنه تم إنشاء منطقتين موسكو وللينجراد العسكريتين وسيتم تحديد موقع وتمركزي ونشر أسلحة إضافية هناك مضيفا أن هناك احتمال لخوض صراع عسكري مع ناتو بعد أن أدلى عدد من رموز الغرب بتصريحات بشأن أوكرانيا ونشرية القوات وفق البرلمان المجري على قرار انضمام السويد إلى حلف النيتو ووجهت حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتر أوربن ضغوطا من الشركاء في الحلف للموافقة على ضوية السويد وأمام الرئيس المجري الآن ما يصل إلى خمسة أيام لإصدار التشريع رحبت المفاوضية الأوروبية باتفاق سياسي تم التوصل إليه بين البرلمان والمجلس الأوروبيين بشأن لائحتين متعلقتين بالمعلومات المسبقة عن الركاب بين دول الاتحاد يهدف الاتفاق إلى تسهيل إدارة الحدود وتعزيز الأمن بين دول الأعضاء وذكرت المفاوضية في بيان صحفي أن أكثر من مليار مسافر يدخلون أو يغادرون دخل الاتحاد الأوروبي كل عام وأظهرت زيادة في حجم السفر الحاجة إلى تنسيق الطريقة التي يتم بها جمع البيانات ويتم مشاركتها في جميع أنحاء الاتحاد تعاني جزيرة سقلية الإيطالية من جفاف شديد نتيجة غياب الأمطار الشتوية مما سبب ضغطا على مغزون المياه في الخزنات فيما يضطر سكان الجزيرة إلى تغزين مياه الشرب يأتي ذلك فيما أعلنت الجزيرة حالة الطوارئ مع قيم عشرات البلدات بترشيد استخدام المياه في الأغراض الزرعية والمعيشية وإتاحة اندادات المياه كل يومين فقط المياه أغلى من الذهب هكذا هو الحال في جزيرة السقلية الإيطالية التي تعاني من جفاف شديد استسبب غياب الأمطار الشتوية في الضغط على مغزون المياه في الخزنات مما طرر سكان الجزيرة إلى تخزين مياه الشرب هذا وقد أعلنت الجزيرة حالة الطوارئ مع قيم عشرات البلدات بترشيد استخدام المياه في الأغراض الزرعية والمعيشية وإتاحة إمدادات المياه كل يومين فقط وكان السقلية قد سجلت درجات حرارة قياسية مرتفعة بنسبة لأوروبا في عام 2021 عند 48.8 درجة مأوية وتعد الزراعة في السقلية الواقعة في أقصى جنوب أوروبا أحد مباعث القلق على وجه تحديد لدى وكالة الاتحاد الأوروبي لمراقبة المحاصيل التي دقت ناقوس الخطر بشأن حالات جفاف في منطقة البحر المتوسط وانقطاع المياه غير جديد على سكان السقلية ويملك كثير منهم صهارجة مياه فوق أسطح المنازل لتخزين مياه الأمطار لكن نظام التخزين أثبت عدم كفاءته في مواجهة موجات الجفاف الطويلة في الأعوام القليلة الماضية وتعاني مناطقه في جميع أنحاء إيطاليا من الجفاف أو من نقص كبير في تساقط الأمطار خصوصا في الجبال وهو ما يعرض الزراعة للخطر في جميع أنحاء إيطاليا نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية ومؤسسة رعي مصر عضواء التحالف الوطني للعمل الأهلية قافلة طبية بمحافظة الإسماعيلية ضمت القافلة عددا كبيرا من التخصصات للأسر والفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمشاركة عدد كبير من متطوع التحالف جهود دؤوبة تجري على قدم وساق من جميع أطياف المجتمع والدولة المصرية لتوفير كل ما تحتاجه الأسرة المصرية والمواطن المصري من خدمات وفي هذا الإطار نظمت كل من جمعية الرسالة للأعمال الخيرية ومؤسسة رعي مصر تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي قافلة طبية ضمت عددا كبيرا من التخصصات للأسر والفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمحافظة الإسماعيلية وذلك بمشاركة عدد كبير من متطوع التحالف بتقدم جمعية رسالة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي ورعي مصر حملة طبية للكشف على 300 مواطن في ست تخصصات كاملة متكملة بالمجاني لصالح الأسر الأولى بالرعاية داخل محافظة الإسماعيلية واستعدادها للشهر الكريم القافلة شهدت تقديم خدمات طبية ونظارات ل300 مواطن تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نحن النهاردة بنفس قافلة طبية طبقاً لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مقرر جمعية رسالة نحن مؤسسة رعي مصر عدو التحالف الوطني بنكشف النهاردة تخصصات جلدية وبطنة وعظام وأنفو أذن ورمت معنا نظرات طبية مدعمة من المؤسسة جهود حثيثة تأتي وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف الوطنية والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 مشاهدين والآن وقف مع أخبار المال والأعمال في هذه الجولة مع شروع أعماد إليك شروع شكراً لكم دينا وفطيما أهلاً بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة ألقى وزير البترول والثروة المعدنية طريق الملة كلمة مصر في الجنسة الافتتاحية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر جاء ذلك نيابةً على الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث أخضح الملة أنه على الرغم ممر به قطاع الطاقة من تحديات فقد شهد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي نمواً ملحوظاً تنعقد القمة السابعة للمنتدى في وقت بالغ الدقة تزداد فيه جسامة التحديات التي يشهدها العالم مما يحتم علينا توحيد الرؤى وتضافر الجهود تحت مظلة منتدى الدول المصدرة للغاز بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة للمنظمة إذ أن مواجهة التحديات والعقبات تحتاج إلى كثير من العمل بين مختلف الأطراف للوصول إلى نتائج مهمة وفعالة لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة وعلى الرغم مما مر به قطاع الطاقة من تحديات فقد شهد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي نمواً ملحوظاً وتعظم الاهتمام به كوقود حضري نظيف ومنخفض الانبعاثات يلبل احتياجات العالمية المزتزايدة من الطاقة اللازمة لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب المساهمة في الحفاظ على البيئة عقد وزير البترول والثروة المعدنية طرق الملة مباحثات مع وزراء الطاقة في قطر وروسيا الاتحادية وبنزولا وأمين عام منظمة أوبك يأتي ذلك على هابشي مشاركته في القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر حيث ناقش خلالها سبل دفع التعاون في مجال الطاقة وفتح أفاق جديدة من التعاون في هذا المجال في ضوء الفرص المتاحة وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار القطرية في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البندين تهدف المذكرة إلى تشجيع التعاون الاستثماري وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين لتعزيز الاستثمار لدى كل من مصر وقطر وتسهيل إنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الشركات في كل البلدين ومساعدة بعضهم البعض في تنظيم أنشطات ترويج الاستثمار وتدليل التحديات التي تواجه المستثمرين أعلن المكتب الأعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استقبال ميناء السخنة التابع للهيئة سفينة الحاويات العملاقة إيفر جودز التابعة للخط الملاحي العالمي وتعد تلك السفينة هي الأطول التي تدخل الميناء ويبلغ طولها 400 مترا وعرضها 59 مترا وغاطس 12 و3 من 10 مترا وتتجاوز الحمولة الكلية السفينة القادمة من يونان 219 ألف طن وعلى متنها نحو 5000 حاوية تستعد الأسواق المختلفة في أسوان لاستقبال شهر رمضان الكريم حيث تزينت المحال التجارية بالعديد من أنواع التمور المختلفة وتحرص الدولة على النهود بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة الداعمة للقطاع الاقتصادي مع اقتراب الشهر الفضيل تعمل الأسواق بالزوار والمشترين لكن تظل لأسواق التمور نكهتها الخاصة التي تميزها عن غيرها ففي أسوان استعدت الأسواق المختلفة لاستقبال شهر رمضان الكريم حيث تزينت المحال بوجود العديد من أنواع التمور المختلفة التي تشتهر بها المحافظة ويحرص التجار على تحميل أطنان التمور لإيصالها لمختلف المحافظات بالنسبة كل البلح بتروح من 30 جنيه لغاية مثلا 60 جنيه و70 جنيه كل البلح عليها سعر يعني سكوتي وبرتمودة وملكابي وقنديلة وشمية تحظى محافظة أسوان بوجود ثلاثة وثلاثة من عشر مليون نخلة على أراضيها ويتوافق هذا مع حركة المشروعات الحديثة العملاقة التي تنفذها الدولة حاليا في إطار التوجيهات الرئاسية التي تتضمن إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم تضم 2.5 مليون نخلة بمنطقتين تشكا والعوينات بنجي دايما نشتري البلح هنا من أجود وأجمل البلح وطبعا البلح كل سنة طيبين ده في رمضان إحنا بنعفل لبن وبنبلغ الميا وهو اللي بنفطر بي وهو الفطار بتاعنا اللي هو سن عن الرسول عليه الصلاة والسلام إمكانيات تنافسية كبيرة في مجال إنتاج وتصدير التمور تمتلكها مصر كما تحرس الدولة على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة ارتفعت أسعار النفط محققة مكاسب أسبوعية وسط رقب الأسواق لقرارات أوبيك بلاس المنتظرة وارتفعت العقود الأجل للخام برينت بنسبة 2% لتبلغ 83.55 دولار للبرميل كما صعدت العقود الأجل للخام الأمريكي بنسبة 2.19% لتبلغ 79.97 دولار للبرميل وصعدت أسعار المزودة عالميا بنسبة 1.86% لتصل إلى 2.69 دولار للتر وانخفضت أيضا أسعار الغاز الطبعي بنسبة 1.34% لتسجل 1.84% لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أعلن مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يورستاتا تراجع معدل تضخم في منطقة اليورو خلال شهر فبراير الماضي إلى 3.1% ليسجل أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين ويأتي ذلك في ظل أمال من حصار أزمة تضخم في أوروبا وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام أظهرت بيانات الوزارة التجارة التركية انخفاض صادرات تركية إلى روسيا في فبراير المنقضي بنسبة 33% على أساس سنوي إلى 670 مليون دولار مقارنة مع 1.1 مليار دولار في فبراير الماضي كما انخفضت الواردات التركية من روسيا بنسبة 36.65% الشهر الماضي إلى 1.3 مليار دولار مقارنة مع ملياري دولار في الشهر ذاته من العام الماضي وفق مجلس النواب اليابانية على الميزانية التي قدمتها الحكومة للسنة المالية المقبلة تبلغ الميزانية 112 تريليون ين أو ميوازي 746 مليار دولار وتشمل الأموال المخصصة لجهود الإغاثة جراء الزلزال الذي وقع في أول أيام هذا العام في شبه جزيرة نوتو انتهت جولتنا الاقتصادية في نشرة السادسة ومن جديد عودة إليكم مادينة وفاتيمة شكرا شروع مادينة على هذه الوقفة الاقتصادية وختم نشرة السادسة هذه تفكرة بأبرز ما جاء فيها خلال افتتاح المؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة الصحية مدبولي يؤكد تطلع مصر لتنمية المدن والمقاصد ذات المقاومات الطبعية تخفيفا عن الأشقاء القوات المسلحة تسقط أطنانا من المساعدات الغذائية على شمال غزة والعشائر الفلسطينية تسمى نوجود مصر في إدخال المساعدات للقطاع القاهرة تصدف غدا مفاوضات وقف اطلاق النار في غزة ووزير خارجية فلسطين يأمل في التوصل لاتفاق قبل شهر رمضان شاهدين وصلنا لختم هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري نشرككم على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة